روسيا منذ أواخر أيلولا سبتمبر تنفذ غارات جوية يومية في سوريا ضد أهداف تعتبرها إرهابية مراسل يورونيوز دينيس لوكتي يروي لنا صورة الوضع من هناك نحن هنا في قاعدة جوية روسية في اللاذقية على الساحل السوري على البحر المتوسط جميع الطائرات العسكرية الروسية تقلع من هنا يدعي المسؤولون أنه خلال الستة أسابيع الماضية قامت هذه الطائرات بتدمير أكثر من 2500 هدف على الأراضي السورية لما يسمونه بالبنية التحتيات للإرهابيين الطائرات الحربية الروسية في سوريا تدعم الهجمات البرية التي يشنها الجيش السوري والميليشيات الأجنبية الشيعية وتقول القوات الروسية أنها تتعاون الآن مع المعارضة السورية التي تزودهم بمعلومات استخبارية ويقول الناطق الرسمي لوزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف إنهم تمكنوا في اليومين الماضيين من دحر الإرهابيين من العديد من المحافظات الرئيسية ويضيف قائلا إن الطيران الروسية يضرب أهدافا بالقرب من مدينة حلب وحول قاعدة كويرس الجوية باستخدام المعلومات الاستخبارية التي زودتنا بها المعارضة السورية وأكدها لنا في مركز المخابرات في بغداد كل من شركائنا من إيران ومن العراق ومن سوريا تمكننا أيضا من كسر حصار ما يسمى بالدولة الإسلامية عن قاعدة كويرس الجوية الذي استمر لمدة عامين تعد القاعدة الجوية حميم بالقرب من اللاذقية عشرات الطائرات الحربية الروسية المجهزة بمقاتلات وقاذفات قنابل تفوق سرعتها سرعة الصوت بالإضافة إلى طائرات استطلاع بدون طيار ومروحيات هجومية ومضادات للطائرات وتتلقى القاعدة كل إمداداتها بما فيها الغذاء من روسيا جميع طائراتنا المتمركزة في قاعدة حميم والتي تشارك في المعارك مشهزة بأحدث أنظمات تحديد الأهداف يضيف الناطق الرسمي لوزارة الدفاع إن هذا يساعدنا على ضرب البنية التحتيات للإرهابيين بدقة عن ارتفاع يزيد عن خمسة آلاف متر لكن رغم النكسات التي تعرضت لها الميليشيات الإرهابية فهي لا تزال تمسك بقبضتها على قسم كبير من الأراضي السورية ونادرا ما تتخذ وضعية دفاعية في حين تصارع القوى الموالية للرئيس الأسد للدفاع عن الأماكن التي تسيطر عليها وتوسيعها يقول القائد الروسي أن هذه الطائرات ستستمر بضرب الأهداف قدر ما تقتدي الحاجة خصوصاً وأن الإرهابيين قد بدأوا بتغيير تكتيكاتهم يقول مراسل يورو نيوز لكن بدون أي تغيير للمعطيات على الأرض تبقى فعالية التدخل الروسي بالصراع السوري مشكوكاً بأمرها ترجمة نانسي قنقر